أخ سامح طبعاً يعني الحاجة المذهلة والغريبة جداً لقلك كشخص يعني مولود في الأراضي المقدسة وعشت قريب من بحير الطبرية يعني قريب من جبل التطوبات وجبل التطوبات هو يعتبر في الجليل عند بحير الطبرية من أحب الأماكن لي شخصياً وفي أرشلي من أحب الأماكن لي هو بستان جد سماني ولكن الشيء الغريب يعني حتى الرب قال أبغضوني بلا سبب والفكرة اللي أنا بستغرب لها أنه بلد المسيح منشوف مقاومة شرسة عنيفة ضد المسيح ومع أنه لم يفعل سوء ولم يفعل شر بل بالعكس حب الناس وضحى نفسه من أجل البشر ومع هذا طرى مقاومة شديدة شرسة مع كل احترامة من الطرفين من اليهود ومن المسلم وللأسف هنا في الغرب حرب شرسة ضد المسيح وفي الشرق طبعاً إنكار ليسوع المسيح مع أنه لو لو هاي يعني أنا بحط كده شرطة تحكي كلمة لو 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 قرأوا العزة على الجبل نعم ثلاث إصححات ونفسي يعني زي المرة اللي فاتت أنه تعتبر مادة للتدريس منهج دراسة العالم كله بتغير من تعليم المسيح اللي قال طوبة لصانعي هنيئاً لصانعي السلام لأنه هو النور فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تستطع أن تغلبه والشيء المؤسف زي ما حضرتك قلت أسيس إنه إحنا دلوقتي في الاستوديو لما أضأنا النور الظلمة هربت نور المسيح الظلمة لا تهرب تظل ظلمة لأن هذه الظلمة الأدبية الأخلاقية المرتبطة بطبيعة الإنسان الفاسدة الساقطة تكره النور لذلك قتلوه وصلبوه لأنهم لا يريدوا النور أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة نعم على فكرة الآية دي بتخوف طبعاً ليه؟ لأن الناس مش بيكرهوا النور أحب الناس الظلمة أكثر من النور مع أنهم بيحبوا النور بعض الشيء بس بيحبوا الظلمة أكثر من النور لكن الآية اللي بعدها هي الحد الفاصل نعم لأن أعمالهم كانت شريرة كانت شريرة من الأصل يعني بالزبط فعشان كده ليه في بلد المسيح المسيح مكروه إلى الآن وسيظل مكروه من كل إنسان تملكه الخطيئة ويملكه الشيطان سيظل مكروها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة